الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحل للأزمة السودانية وجميع أزمات الدول في العالم هو حل واحدة جماعة هو التوحيد لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن في غير ما آية قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لو آمنوا واتقوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى والإيمان هو التوحيد يا جماعة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالإيمان هنا جا في مقابل يعني ضد الظلم والظلم في الآية فسر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه شرك وضد الشرك هو التوحيد فالإيمان جا بمعنى التوحيد وكذلك التقوى أيضا لا تكون إلا بالتوحيد واجتناب الشرك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى كذلك هي التوحيد برضو فلما ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يعني وحدوا الله عز وجل واتقوا الله سبحانه وتعالى وازدادوا في هذا التوحيد ربنا قال لفتحنا عليهم بركات شوف ربنا ما قال بركة واحدة بركات من السماء والأرض كمان وهناك ربنا قال أيضا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وده ما معناته يعني زي ما ينطلك واحد علماني أو شيوعي بليد ما فاهم يقول لك يعني يعني نخلي الاختصاد ونخلي النظليات اقتصادية وبس آمنوا واتقوا وبس نعمل كده بس احنا ما قلنا خلي النظرات اقتصادية ولا الآية ما قالت كده الآية تكلمت عن أسباب شرعية في تحصيل الأرزاق وإصلاح الاختصاد وإصلاح معاش الناس ودنياهم كلها وأخرهم كلها كل هذه يعني كلها اقتصاد واختصادية واجتماعية ومن جميع سياسية ومن جميع النواحي وأمنية ومن جميع النواحي الله بيصلحهم ففي أسباب يا جماعة شرعية وفي أسباب كونية الأسباب الكونية أنك تسعى تعمل نظريات اقتصادية تخترع تبتدع في الدنيا في أمور الدنيا كله مباح لكن هنا الآن نتكلم عن الأسباب الشرعية وكأننا نتكلمنا عن الأسباب الشرعية ما معنى أدنا فينا الأسباب جماعة الكونية لأن القرآن نفسه يتكلم برضو عن الأسباب الكونية وأباحة لك تسعى فيها بما هو حلال قال تعالى فامشوا في مناكبها يعني أطراف الأرض كله وكل من رزقه وإليه النشور ربنا سبحانه وتعالى برضو قال في الأسباب الكونية ربنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يبقى ربنا أباح لك تبدح في الدنيا والقرآن هو الأسباب الكونية دي أعملها اقتصاد غير سويه لكن احنا متكلم عن سبب شرعي ده أقوى سبب على الإطلاق ده أقوى سبب التوحيد لأن يماع الشيرك الليلة الموجود في البلد دي السودان وكثير جدا من بلدان المسلمين هو ده السبب الأعظم ده أكبر سبب في تعطيل اقتصادهم وضياء أموالهم وضياء بركتهم بلاد تلقاها فيه أنهار وفيها نيل وفيها موارد حيوانية وفيها معادن وفيها بترول وفيها أمطار خريف شهور طويلة برضو تلقاهم جعانين وتلقاهم عطشانين وتلقاهم مفلسين لأنه ما حققوا الإيمان ما حققوا التوحيد وناس كتار جدا وقعوا بالشرك كما قال تعالى وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا هم مشركون عائم مثال البلد شرك تقيل في كم قبة في البلد قل ما تمشي لي قرية أو مدينة حتى إلا وتجد فيها قباب مش قبة والقباب دي بتعبد من دون الله عديل كده عديل آلهة بالباطل اتخذوها مع الله سبحانه وتعالى كيف ربنا يفتح لهم يا جماعة كيف ربنا يفتح لهم ربنا بيّن إنه الشرك ده وربنا سمى الشرك في القرآن بالظلم بيّن إنه الشرك ده هو السبب في ضياع الاقتصاد ذاته وفي دمار وهلاك الناس في غير ما آية قال الله سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم القرون من قبلكم لما ظلموا يعني لما أشركوا لما أشركوا ربنا أهلكم وربنا سبحانه وتعالى قالوا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني وهي مشركة الله بيأخذها بانتغي منها لا يقالت كده وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى بيأخذها ابتين وهي ظالمة يعني مشركة يعني لأن الظلم في القرآن يعني الشرك ربنا قال إن الشركة لظلم عظيم وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فالشركة الحاصلة هو يا جماعة السبب في ضياع الاقتصاد ودارين حال البلد يصلح وكذا حال باقي بلدان المسلمين الناس يخلوا الشركة الشركة دي شنو القباب والأضرحة دي الأوسان بس باختصار كده وتعبد من دون الله وهي أنداد وآلهة بالباطل يعبدها أصحابها من دون الله لأيه كم مليون شخص بحجوا للقبور قبة أحمد البدوي قالوا بحج لها مجموعة في العام ثلاثة مليون صوفي ثلاثة مليون صوفي في العام هنا في مصر القريبة دي وده يدل على تكسير الدعاة ذاته نحن كدعاة على تكسيرنا في عدم الكلام في كلام الشرك ذا تلقى بلد فيها علماء تخصصين في اللغة العربية ويقول لك إن وأن وكذا لكن ما يتكلم في شنو في الشرك بلد تلقى أزاخر بالعلماء لكن ما بيتكلم في الشرك إما هو جاهل بالتوحيد وده ذاته ما بيصلحه ويكون عالم وإما هو يعلم التوحيد لكن خائف على مصالحه الخاصة وده مصيبة والله وده الله بيسأله لأنه ربنا يا أخي الأنبي حيسألهم هما ما قصروا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فقصرنا في الدعوة شريط فعلى الدعاة والعلماء يتكلموا في الشرك إذا دائرين الحالة الإقتصاد تصلح إذا دائرين يأكلوا أكل ويكون عندهم أمن وأمان وينتصروا على أعداهم جميعا والله يجمع عليهم بالتوحيد وترك شرك دعاء غير الله شرك التبرق بالقباب شرك شفتا كيف الحلف بالشيوخ زي ما بيحلفوا الليلة بالشيوخ الطرق الصوفية ده الشرك ذاته التكالي الشرك ده عنده قرون وبطلع نار من خشمه ده الشرك ذاته اللبس التمائم والحجبات ده الشرك ذاته الرسول عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمه فقد أشرك الليلة الحجبات دي بيبيعوها في بلدنا دي جوة جوامع ذاته جوة جامع شرك بيبيعوه جوة جامع الموازن يقول أجادوا لا إله إلا الله والفاكي الصوفي حجاب بيعتبروا إله تاني والموازن عنده الله إله وده عنده إله تاني الحجاب ده ما الشرك ذاته فكيف إذا كان يجمع بلد دكاترة دكتور دكتور على مستوى قال كل التطيج بعمل درمالة الإسلامية اللي هو اسمه الخنجر ده قال نحن بنمشي للشيوخ بندفع القروش خلاصة كلامه الشيوخ بنزل المطر إذا كان زول يشرك في شركة الربوبية الماكان أبو لهب وأبو جهل ذاته مشركين فيه سبحان الله فكيف الرحمة تنزل والله الحكاية ما حكاية ثورات والله الذي لا إلى غيره ولا الحكاية حكاية اعتصامات ولا الحكاية حكاية غير ولا غيره الحكاية حكاية عقيدة في الله الله قال ولو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا بس لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ترجمة نانسي قنقر